أول شيء سلمسيكم بالخير والصحة والعافية اليوم عقدنا بوزارة الأشغال العامة والنقل الاجتماع مع مختلف متعهدي الدولي اللبناني بطبيعة الحال الاجتماع كان متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل لتنظيف مجرميها الأمطار على كامل الأراضي اللبنانية ومع شركات رفع النفيات اللي هني عقدهم بالأصل مع مجلس الماء والإعمار الجامعة والكنز بالتنسيق مع وزارة البيئة ومجلس الماء والإعمار وأضف إلى ذلك مع ممثل وزير الطاقة بالنسبة للأنهر والصواق الاجتماع أخذ قراءة عملية لكافة النقاط الحمراء وكافة المشاكل اللي نحن طردنا لها من فيضانات لبعض على مرتين بأول هيد الشتوي وجرى تقييم لواقع الحال بالنسبة للفيضانات اللي صارت وأسبابها وتفقنا على وضع خطة تنسيقية ما بين كل متعهدين القطاع الخاص مع الدولة اللبنانية وبالتالي الآن هيكون فيه تنسيق طبعا تحت إشراف الإدارات العام تحت إشراف مجلس الماء والإعمار تحت إشراف وزارة الأشغال العام والنقل ما بين متعهدي وزارة الأشغال العام والنقل وشركات رفع النفيات هذه أول توصي الأمر الآخر هو البلديات بطبيعة الحال نحن بنعرف كلنا سوا أنه شركات الجمع والكنس اللي عندها عقود مع مجلس الماء والإعمار في بعض البلديات أخذي الكنس في بعض البلديات أخذي الجمع هلا بيقولوا علي حمي شو له علاء مجلس الماء والإعمار والكنس والجمع علي حمي له علاء لأنه عم بيأثر على الطرقات صحيح ما عندي صلاحية بالمباشر إنما أتمنى أنه البلديات جميعا توجد يعني يا هي عم تشيل عم تكنس النفيات عن الأسترادات يا هي عم تجمع ليه يا هي مع الشركة بناء مع واقع الحال وجدنا نحن أنه في مختلف البلدات على الساحل اللبناني في بلديات ما عندها عقود مع الشركات هذا الأمر السؤال بيطرح نفسه هل البلديات عم تقوم بجمع وكنس بجمع وكنس النفيات عن كامل الأسترادات اللي هي سبب أساسي من الفيضانات هذا الأمر نحن نتركه برهن تطبيق من قبل البلديات وأنه هذا موضوع النفيات موضوع أساسي بالنسبة لعدم حدوث فيضانات الأمر التالي هو وزارة الطاقة نحن أوصينا أن وزارة الطاقة هي ممثل وزير الطاقة أنه هيقوم بالتواصل مع البلديات مع البلديات لموضوع الأنهر والصواقي لأنه مش لهيد السنة وسنط الماضي والأبلة 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 من الواضح أنه السواقي والأنهر بكل الجبال اللي بتنزل مصبب الأخير على البحر تم التعدي عليها تم التعدي عليها برخص بمفيش رخص بحكم واقع الحال ما في واقع الحال وبالتالي عم بتأثر كثير على مسألة السيود لأن السيل هو أنه أنت موفر عندك أنهر وصواقي من أيام جدودنا هالأنهر والصواقي بتجمعها الماي وبتنزل على البحر للأسف الشديد ما عد في أنهر وصواقي كافية وتم التعدي على أنهر والصواقي وبالتالي أصبحت عم تتشكل سيول وهيدي السيول عم تنزل على طرقات الزفت واللي شاهدناه بزوق مصبح وزوق مكايل وبحارط صخر وإلى آخره وإلى آخره فوق جيسة فؤاد شهم أدى إلى السيول بالتالي نحن هذا الاجتماع كان اجتماع تنسيئي ما بين شركات جمع النفيات متعهدية وزارة الأشغال العام والنقل كون وزارة الأشغال العام والنقلية المعني الأول بقصة الأسرادات لكن لتقوم بدورة بدأت تعاون مع الجميع من بلديات من بلديات وأنا أناشد البلديات أنا ما في أطلب من بلديات أنا ما عندي صلاحية طلبة من بلديات أناشد البلديات على رفع النفيات بشكل دوري والآن كمان تم البحث بموضوع مطمر برج حمود أو جديد لهو عم يسكر الساعة أربعة طبعا نحن شاهدنا أنه كان فيه مشكلة أمنية أو إلى آخره لشركة رامكو المعنية بيوقف عملها أربعة بعض الظهر مش لأنه رامكو ما بدأت تشتغل عشية لأنه مكب النفية بجديدة بيسكر أربعة بعض الظهر الآن عم يتم التنسيق ما بين مجلس الماء والإعمار وشركة رامكو على أساس أنه يقدروا يشتغلوا بالليل طبعا أنه ما بيقدر يشتغلوا بالليل إلا يفتتح المطمر ينفتح المطمر بالليل وهذا عم يتم التنسيق بين مجلس الماء والإعمار الآن مع مطمر جديد على أساس يفتح المطمر طول الليل لأنه بتعرفوا السبب الأساسي كمان هو أنه تواجد النفيات من عشية لأنه الشركة حسب ما خبرنا مدير الشركة مدير العاملة الشركة ما عم تقدر ترفع النفيات بالليل لأنه مطمر جديد يمسكر لسبب أمنة من حوالي العام وبالتالي نحن من ناشد مجلس الماء والإعمار أنه يحاول يوجد حل مع مطمر جديد لحتى تكمل هذي الشركة شغل بالليل حتى وجده هيدا بشكل عام الاجتماع تنسيقي وإن شاء الله بل كي بتكون نتائجه إيجابية هيدا المبتغل شكل إيجابي حيكون التواصل بشكل مباشر ما بين الإدارة على الأرض وتكون هالورش تشتغل مع بعض بما أنه هيدا الورش كلها جميعا هي عم تشتغل لمصلحة الدولة اللبنانية ومصلحة المواطن اللبنانية شكرا 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 طيب أنا هيدا الاجتماع منرجع منقول رحم الله امرئن عرف قدره ووقف عنده بالتالي هيدا الاجتماع انبنى بناء على توصي من وزارة البيئة ومجلس الماء والإعمار نحنا وزارة الأشغال العام والنقل معنا صلاحيات إدارية على شركات الجامع والكنس ومعنا صلاحيات إدارية على البلديات وبالتالي لأنه وزير البيئة وليأنه مجلس الماء والإعمار طلب أنه ينعقد اجتماع نحن بالنتيجة وزارة الأشغال العامة ونقل بوابها مفتوحة مع العلم رئيس الاتحاد بلدية المتن دعت لاجتماع وطلع من عندنا من الوزارة حدا مسى للوزير بالاجتماع نحن بواب الوزارة ونحن بواب الوزارة مفتوحة لكل البلديات إنما أنا ما في أدعي بلديات على اجتماع ما في أدعي بلديات على اجتماع أنا بقدر أعمل توصيات اللي قلتها هلأ والبلديات إذا هي مبادة إذا البلديات مبادة تنظف القرى ومبادة تكنس ومبادة تجمع الفيضان بكرة 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 بيصير بهذه الشتوي الفيضانات ما بتصير إلا إذا كان في تعاون بين أربع أركان الركن الأول ووزارة الأشغال العامة والنقل الركن أساسي البلديات شركات الجامعة والكنس ووزارة الطاقة هود الأربع مع بعض على مختلف صلاحياتهم هود هن بتعاونوا مع بعض ما بيؤدي لفيضانات الاجتماع اليوم هو لتعاون الجميع وأنا أكد قلت أنا في بعض البلديات هي متبنية الكنس والجامع وليس عبر الشركات هيدا البلديات أنا ما بديت كها نقول مش عم تكنس وتجمع نفيات أنا بتمنى أنه اللي عم يكنس ويجمع يستمر في عمله واللي مش عم يجمع ويكنس أنه يوجد حل للكنس والجامع لأنه النفيات هي سبب من الأسباب الأساسية لعملية الفيضانات أضف إلى ذلك اللي صار أخر مرة في جسد فؤاد الشهيب هو سيول فهو جسد فؤاد الشهيب لأنه إذا بنا نوصف الواقع مصبوط الماي شو لونة؟ لونة بنة؟ أنا طلعت شفت بأم العين أكتر من مجرى ماي طلع من الصويقي والأنهور وصار يمش بين البيوت طيب هيدا معالجتها وين؟ بالتالي سيول هلأ كمية المتساقطات كثيرة وإلى آخر إيه سبب من الأسباب بس منه سبب أساس شكرا جزيلا